الحمد لله الذي يقضي بالحق ويحكم بالعدل ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقدر الأمور بحكمة ويحكم بالشرائع لحكمة وهو الحكيم العليم أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط ويؤتوا كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقسير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقَّر في القلب ورصخ فيه وصدَّقته الأعمال بفعل الطاعة والشناب النواهي يزيد وينقص لقد أرد القرآن كثيراً من صفات أهل الإيمان وتحدَّفت آياته الكريمة أن أحمها وأشهرها ودعت المؤمنين إلى أن يتصفوا بها حتى يعيشوا حياةً إيمانيةً مباركةً صعيداً وحتى يلالوا جنَّة الله وثوابه ونعيمه ولقد كان هديث القرآن الكريم أنصفات المؤمنين شاملاً ومتنوئاً وقد توزعت صور القرآن في الهديث أنصفات المؤمنين في الفترة المكية والمدنية وهذا يؤذي عهميةً لتذكير المسلمين بها حتى لا تُنسى ولا تُهمل ولكن ولكي يتربى على هذه الصفات والأخلاق أموم المسلمين ولا يمكننا حصر صفات المؤمنين في القرآن الكريم ولكن نتقدم مجموعة من الآيات الواردة في بعض صورة المؤمنين والتي تدمنت مجموعة من الصفات اللاظمة لأهل الإيمان قال الله تعالى في صورة المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفله المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مؤردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راءون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون إباد الله الكرام فمن صفات هؤلاء المؤمنين في هذه الآيات الكريمة أولا الخشوء في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم ما من رئم مسلم تهدره صلاة مقتوبة ويحسن ودعها وخشعها وركعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله ثانيا العراد عن اللغو واللغو كل كلام ساقد حقه أن يلغى كالكذب والشتم والغيبة والنميمة والهزل ولما ودعهم ولما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراد عن اللغو ليجمع لهم الفئل والتر الشاقين على الأنفس الذين هما قائدة بناء التقليف قال تعالى أي والذين هم أن اللغو معردون ثالثا تطهيرهم لأنفسهم بأداء الزكاة قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمل لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمل لله تملعان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برحان والصبر ذياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغضو فباعء نفسه فمعتقها أو موبقها فقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برحان معناه الصدقة حجة على إيمان فائلها فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقده فمن تصدق فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه فالمؤمنون في هياتهم الدنيا يصون بالذكاة يصونون بالذكاة المجتمع من الخلل الذي ينشئه الفقر في جانب والترف في جانب فمن تعمين اجتماعي للأفراد جميعا وهي دمان اجتماعي الآجزين وهي وقاية للجماعة كلها من التفقق والانحلال رابعا حفظ الفروج قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فالمؤمنون قوم يحبون ويحافظون على طهارتهم بمعناها الشامل وهذه طهارة الره ووقاية النفس والأسرة والمجتمع بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال وحفظ القلوب من التطلع في غير حلال خامسا رعاية الأمانة والأهد قال الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون أي إذا اعتمنوا لم يخونوا بل يؤدون الأمانة إلى أهلها وإذا آهدوا أو آقدوا أوفوا بذلك لا كالمنافقين الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدس كذبا وإذا وعد أخلفا وإذا اعت من خانا وقال تعالى إن الله يعمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعزكم به إن الله كان سميعا بصيرا وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملوني فدرب بيده ألا منكبه ثم قال يا أبا ذر إنك بعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وعد الذي عليه فيها فصمى الرسول صلى الله عليه وسلم الولاية في هذا الحديث أمانة لأنه تعدية حقها بالعدل وعدم استقلال الشخصي فيها واليقزة على مصالح الناس كل ذلك لا يكون إلا بخلق الأمانة سادسا المحاطزة على الصلوات قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أي الذين على عوقات صلاتهم يحافظون فلا يدعونها ولا يشتغلون عنها حتى تفوتهم ولكنهم يراؤونها حتى يؤدونها فيها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأمل أفضل قال الصلاة على وقتها عباد الله الكرام هذه مجموع صفات المؤمنين التي وردت في صورة سميت باسم المؤمنون في دلالة وادحة على أحمية ومكانة هذه الصفات في تعريف حوية المؤمن وتشكيل عقيدته وأخلاقه فهي سمتهم أينما حلوا وارتحلوا وهي دليل إيمانه وبرحان إسلامهم لذلك قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وعمينه ألا وحي نبينا وإمامنا وصيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صلك سبيله واحتدى بهداء إلى يوم الدين أما بعد عباد الله الكرام لنفكر فيها للمسلمين اليوم إننا إذا فكرنا فيها للمسلمين اليوم نجد مسلمين بلا إسلام ومؤمنين بلا إيمان إنما نجد في الأمة الإسلامية تقصيرا في الإيمان واليقين وتقصيرا في الأخلاق الفادلة وحمايتها ونجد تقصيرا في الأعمال نسأل الله بأصمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوثقنا وسائل المسلمين للعلم النافئ والأمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يرزقنا التواصي بالصبر والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه دقا قد ياتا تبتغى الله معدو ككين سركي وان دي رأي الدموزوة وان ينين جمع ينين أشرين دقا دي غوات الرجب حجرار النبي صلى الله عليه وآله وصلا ما دقا مكزوة مدينة دبو دي دقا ريهو دو أربعين دبو دي دي وان دي زو دي دي دا بيار غواتا أكو شكرا تدبو بيو دا أشرين دقا دي ملادي ودو برمعيو تاكن تشيني سفو في مؤمنين قري وان دي زو أجكين سورة مي البركة سورة المؤمنون دقا نغو دياتا تبتغى الله معدو ككين سركي شيني مي حقنشي نغسكي شيني مي حقنشي نادلشي شيئي شريط دا وان دي كي سوزوة غحنيا مدينة چيامي ككيا شيئي دا اي کو أکن الامر ديكا دهيكي مرسا شيئي حقنشي غشريو اي دهيكي مرسا كبالا معدو ككين سركي شيني هكي مانيكو ممسانيني يا اي کو منزاني سزانتو ماسب شارا غالجانا ماسغر غاليدة غوطا يا سوكموس دا لتتفايدن سيهو کنشي ساكاني متاني اکان عبين دا متاني سكسا مساباني اكاي دا متاني سو سايدة آدلشي كووا يباي وكووا حقنشي چككي باتاردوو چايا كوكو متاكيتاوا ناشي دا للي بابو عبين بوطا دا قسكيا سي اللا شي قطي يكي باشي دا ابوكين تاريا ناشي دا للي النبي ممو جا غورم ممسو ويمم النبي محمد صلى الله عليه وسلم باوان اللا ني منزان اللا ني سيرا دا أمنشي ستباتا أغرشي دا متاني انجدنشي دا صحبان سا دا دقوان دا سكابيسو دا كوتا تاو حزواران ساكمكو بايحة ياوكو باي اللا موجود وران اللا مدوكا كنسر کی مساني للي ايماني بافدا باني كوي دبا کی ليس بتمني بابوري باني کو فاتا کو كچه كيمة ايماني سانة ايماني شي باقل ليا باني دزائيا گانيشي آآ ايماني انا گانيش ني تهنيا ايكي انيا تباتو اچكنزوچيا اما مدن ايكي انيا سابا ما بندك اچكنزوچيا انکتو کنا دا مصلا اذا ايماني یا تباتو اچكنزوچيا زامو گا گا قبايسنا ايكي تا ايكي الخيري تو ايماني نگس کیاشيني ابنده تباتا اچكنزوچيا سنن ايو کنسي ايماني ناكا للي نيسان تنسابو ايمان اللا مدوكا كنسر كي دا شي كي كار ايماني حكيق قرآن یا بجروم ندا سفو دبان 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 كمي اكي رام ايماني زوا اغرقو دوان سفو فيه آيو القرآن دادام سور دادام سن مغانا سفو فيه موميني لأيكا ماتا سفو تدسو دان سسامو رايوا تا ايماني سسامو رايوا می البرك سسار رايوا می چن نصرا چن نصرا باية تبطو سيد ايماني چن نصرا الاهرا باية تبطو سيد ايماني دا حقا اللہ ماتا سر سور دبان دبان يكي مانا مغانا غمد لاد دان ايم اکا موئن سفو فيه ايماني دب حقیقا قرآن يامان مغانا غمم ميا اور دبان دبان سور دبان دبان سفو دبان 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 نماز ايماني ونلو کچن زاف اچھن سور ون دا اکا سو امکا ونلو کچن اچھن سور امد امد مدينة ميسا انا نونا مسلم مهم ان دبان تنا ترد تشي دن سفو تود ان سفو دن سفو امتا نمتا نمتا دن كده يمان تا لا سفو المهم دبان اچھن سور امد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر